وأكد وزير خارجية البحرين عبدالطيف الزياني أن القمة أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وعدم التدخل الخارجي بشؤونها الداخلية كما أكدت على رفض دعم الجماعات المسلحة خارج سيادة الدولة ومكافحة الإرهاب على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة البحرية وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمر الشامل وأكد القادة على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الدول العربية الشقيقة وإنهاء كافة النزاعات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما أكد القادة على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم بين الأديان والثقافات من أجل تحقيق السلام والوئام في العالم أجمع ورفض دعم الجماعات المسلحة التي نعمل أو التي تعمل خارج سيادة الدولة ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض والحفاظ على حرية الملاحة البحرية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية اشتركوا في القناة